جلسة أولى للمنتدى الثقافي الرياضي الذي أطلقه الخبير الدكتور باسل عبد المهدي لفتح أبواب النقاش والمقترحات العلمية لتطوير الرياضة العراقية والنهوض بها العنوان الافتتاحي الذي التأمل حاضرون للحوار فيه تحدث عن أركان الرياضة الدولية وموقع الرياضة العراقية منها في جلسة عدها عبد المهدي انطلاقة علمية لا تأخذ صفة رسمية أو صيغة المؤتمرات محاولة تحياء دور العلم في تطوير الرياضة وثانيا خلق نوع من الالفة والتوافق بين الأحبة والأصدقاء في عالم الرياضة بعد أن ضاعت كثير من القيم المهمة في هذا الحقل والثالث هو محاولة توثيق تاريخنا الرياضي بشكل صحيح غير مزور لأنه في تاريخنا الرياضي حصل كثير من التلاعب هذا ليس هنا مجال ليس مؤتمر وليس اجتماع وإنما تتلاقح الأفكار ووجهات النظر في كثير من الأمور الحاضرون طرحوا جملة من المقترحات لتطوير الرياضة العراقية أولاً ومنها ضرورة التركيز على الرياضة المدرسية وتحويل الفعل الرياضي إلى ثقافة مجتمعية تسهم في دعم مختلف الألعاب طرح موضوع أحياء الرياضة المدرسية بخطة استراتيجية وطنية تتبنى هذه الدولة على أعلى المستويات وممكن أن تكتب هذه الخطة بأيدي خبراء ومختصين في هذا المجال وهناك أرقام تستفز الشخص المتصدي إذا أريد أقول لك أن في بغداد أن 3000 مدرسة مقابل 3000 مدرسة نقص فكل ما يحصل هناك مساحات في المدارس نحاول أن نعاوضها بصفوف نحاول المجتمع أنثقفها غياضياً أنثقفها غياضياً لأنها أصلاً وجدت الألعاب أساساً لأن تكون مصدر إشعاع للثقافة غياضية في المجتمع في سبيل أن يحافظ على صحته النفسية والبدنية فنحتاجها من بداية الطفل الصغير بالغياض الأطفال، بالمدارس أن تكون عنده فكرة عن غياضة فنخليها بالمناهج مالته أنه يشوف أول ما يتعلم يتعلم الحساب عن طريق الأشياء الرياضية مقترحات قدمت بضرورة دفع الشخصيات الرياضية العراقية الفاعلة إلى أخذ مواقعها في الاتحادات الدولية والآسيوية ودعمها حكومياً ومؤسساتياً للرفع من شأن الرياضة العراقية كيفية دعم أعضاء الاتحادات العراقية للوصول إلى الاتحادات الدولية هذا الدعم يجب أن يكون دعم من قبل الدولة حتى يصل الإدارة العراقية أو أضوى الاتحادة العراقية إلى المناصب الدولية وإذا وصل للمناصب الدولية سيكون بادرة خير أو بادرة دعم للرياضة العراقية أفكار متعددة ناقشتها الجلسة الأولى للمنتدى الثقافي الرياضي تهدف إلى تطوير الأداء الرياضي العراقي وخلصت إلى ضرورة تركيز على تطوير درس الرياضة في المدارس الابتدائية كأساس حقيقي للإنجاز الرياضي المستقبلي عدنان لفتا الحرة بغداد